اكد سعدة السيد محمد بن ابراهيم لمطاوع وزير شؤون مجلس الوزراء أن المرحلة القادمة تستدعي مواكبة لحجم المتغيرات على صعيد متطلبات العمل الحكومي بظل الواطع الراهن والتحديات التي واجهها القطاع العام جاء ذلك خلال المحاضرة التي قدمها سعدته لمنتسب البرامج القيادية التي ينظمها معهد الإدارة العامة والتي حملت عنوان برنامج الحكومة في منظومة العمل الحكومي حيث أوضح السيد المطوع أن استراتيجية بناء القيادات الحكومية التي قام معهد الإدارة العامة بإرساء دعائمها يمكن اعتبارها خارطة طريق متكاملة لإعداد وتطوير مهارات الكوادر الوطنية وذلك عبر تفعيل التوجهات الحديثة في تطوير القيادات الحكومية وربط عملية التطوير والمخرجات الحكومية بمحركات العمل الحكومي والمتمثلة في برنامج الحكومة ومخرجات الملتقى الحكومي والرؤية الاقتصادية الطموحة لمملكة البحرين 2030 نحو تحقيق استدامة شاملة ترتقي إلى تطلعات الوطن والمواطن وأوضح سعدة الدكتور رائد محمد بن شمس المدير العام لمعهد الإدارة العامة بيبة أن منتسبي البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية لعام 2019 تمكنوا من الخروج ب 128 مبادرة ومشروع حكومي ساهمت في مجملها في تطوير 49 جهة حكومية من خلال تطوير وتحسين العمليات الحكومية إيمانا منه بأن برنامج الحكومة هو مرتكز أساسي للارتقاء بمخرجات العمل الحكومي نحو رفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين قدم سعادة السيد محمد بن إبراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء لمنتسبي البرامج القيادية التي ينظمها معهد الإدارة العامة محاضرة بعنوان برنامج الحكومة في منظومة العمل الحكومي اليوم استغلنا الفرصة وشاركنا معانا برنامج قيادات وتكوين والماجستير الإدارة العامة فكان معانا أكثر من 70 مشارك للاستماع إلى شغلتين رئيسيتين ما في شك أن برنامج عمل الحكومة أمر رئيسي بالنسبة لنا خصوصا فيما يخص التوازن المالي فعطاهم خبرته الطويلة لكن كذلك ركزك على كيفية صناعة برنامج عمل الحكومة واللي هو مهم لهذه القيادات أنهم يفهموا يفقهوه بشكل صحيح يطبقوه بشخص صحيح لأن في نهاية الأمر أهمى اللي رح يصنعون برنامج عمل الحكومة في المستقبل هذا هو شباب المستقبل المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع القيادات الوطنية من مختلف المؤسسات الحكومية بما يعود بالنفع بالدرجة الأولى على المواطنين في مملكة البحرين وهذا ما يسعى إليه منتسب برنامج قيادات من خلال المخرجات الحكومية التي سيقدمونها كمتطلبات تخرجا من البرنامج برنامج عمل الحكومة طبعا لا تاريخ ولا آلية أنه شون يوضع وهو يشكل أهداف الحكومة إلى أربع سنوات قادمة وكذلك يشكل الأساس التشريعي وأساس العمل الحكومي ككل فكان جانب جدا مهم أن الناقشة نحن في برنامج قيادات برنامج قيادات اللي يقدم للمدراء في الجهات الحكومية طبعا هو يشكل لنا الخريطة الاستراتيجية أن نحن شلون بنتقدم في شغلنا على أساس أن نحن نحققها ومن خلال تحقيقها تتحقق أهداف وتوجهات الحكومة ككل نحن الأمانة شرفنا اليوم أن نحن نتواجد في هذه المحاضرة اللي أقامها سعادة وزير شؤون مجلس الوزراء سيد محمد بن إبراهيم المطوع للأمانة سعادة الوزير قامة وطنية وبيت خبرة وطنية اعتبره كقيادات حكومية استفادنا منها استفادة كبيرة خصوصا أنه جزء من منظومة العمل الحكومي منذ أكثر من 40 سنة للأمانة قام بدور كبير ووضح لنا الكثير من المفاهيم المتعلقة ببرنامج الحكومة واللي بتفيدنا كثيرا في المشروع النهائي اللي راح نقدمه في برنامج قيادات واللي متعلق بتنفيذ برامج الحكومة في تطبيق أحدى الاستراتيجيات الخاصة بأحدى وزارات أو مؤسسات الدولة يهدف معهد الإدارة العامة من خلال مختلف برامجه إلى توفير مساحة تلتقي عبرها كافة الكوادر القيادية الحكومية في مملكة البحرين بما يعمل على تشبيك العلاقات ما بين مختلف الجهات والوزارات من أجل التباحث والتعاون لابتكار مشاريع ومخرجات تواكب التطلعات التنموية وتساهم في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر